مرحبا بكم شباب و شابات في بودكاست جديد مع أخوكم المفكر العلامة الدكتور الأستاذ البروفيسور الأستاذ سيفؤال بيش نتمنى أنكم كلكم عاملين برشة جوة اليوم لأولاد وأنه نهاركم يكون مملوء بالنجاح وبالمفاجآت السر بطبيعة الحال اليوم في البودكاست متعنا اليدي بش نحكي لكم شوية على شوية حاجات راندوم الحقيقة ما عنديش فكرة في مخي معينة ما عنديش بالرغم لي أنتم اقترحتوا باشا سبجكت سمانة كلي ما عنديش توجه معين بش نخلي كما يقولوها الكلام يهزنا في الرحلة هذه نحاوله كل مرة نحكيه في السجاء وكل مرة سجاء يجبط السجاء إلى آخره باقي حبيت اليوم نحكي على كيفاش تم برشة حاجات قاعدة تصير في وقتنا هذائي اللي تحسهم ما همش متلأمين معا 2020 أصلا خليني يقول 2020 خاطر مزال عليه فهمتني كي تغزر تقول احنا عام 2020 وفهم حاجات قاعدة تصير حاجاتك اللي انتي يريدك تقول impossible يكونو ينجمو يصيرو في وقتنا هذائي عليش حاجاتك من هكي قاعدة تصير في وقتنا هذائي فهمتني واللي هي المشكلة وأنو هذائي هو مخلفات متاع الجهل والخلاع السناع الذي كنا عايشين به من قبل فهمتني عليهم بيقضوا بالأخدام بيقضوا بالأخدام راسيزم فهمتني وهي حاجة ليست متاع 2020 حتى طرف لا يعني أنه لا يأتي في عام كمنا تكون إنسان راسيس تكره عرق معين تكره إنسان معين على حاجة هو أولاً لا يختاره وثانياً لا يوجد جريمة ارتكبها فمعنتها أولاً لا يوجد الحق تكون راسيس على خاطر إنسان آخر لا يشبه لك فمعنتها؟ بالشكل هذك هو اختاره وحتى إذا كان يختاره وعنده الحق يختار اللي يحب عليه فمعنتها؟ أنت تأتي في جو معناها وتدت تصنع في الكاركتر متاعك لا يأتي لك حتى أحد يقولك ما بيه الكاركتر متاعك هكاك فمعنتها؟ لهم كانت تلعب جتية الاربي متاع جتية وتختار لك الحجامة على فريريت في السيرفور اللي أنا ندور فيه تنجين لمحلك معناها على الحكاية ذي أما تصور فهمت الفكرة فهمتوني ماذا نحب نوصل ثم حاجات أكلي بالحق إنسان في عام 2020 يغزر لهم ويخم فيهم كريتيك ليس يقولك الزبي كيفاش الشيء ذا ما زال قاعد يصير؟ كيفاش الشيء ذا ما زال قاعد يصير؟ وكما قلت لكم أنا نرى وأنه الشيء ذا هو جسد مخلفات متاع البهامة والجهل واللي كنا عايشين فيه من قبل عليش على خاطر الأولاد الإنسان يكره الجهل موش يكره الجهل يخاف من الجهل لأ الجهل هو خوف من الأخر طو أنتي نعطيك سؤال شنو الحاجة اللي تخاف منها أنتي خمم فيها الحاجة اللي تخاف منها هذه و أنا نأكد لك وأنه الحاجة اللي أنتي خايف منها أنتي مكش متأكد منها مكش متأكد اللي هي بش تصير ولا لا أذكى عليش أنتي خايف من الشيء ذاكى أنتي خايف من أنك ما تعرش صون بورصون شنوه بش يصير اكزامبل وواحد يحب يمشي يحكي مع الكراش متاعه عليش بش يكون خايف خاطر مش عارف هل أنه بش يتقبل ولا بش يترفض هو غي خاف من أنه يترفض هو يخاف من البوسبيليتي اللي هو بش يترفض هذك من شنوه هو خايف كي انتي تبدأ مثلا في الليل تمشي وتسمع صوت وراك عليش تقولي خايف خاطر فما بش يترفض أنه الصوت هذكى بش يكون متاعه حاجة تحب تنيكلك وقتك هكذا هكذا أمك تخليك سبع أبيلات هنا بصنص عليش بش تكون خايف ليش هكذا خاطرك تعرف لي فما بش يترفض اللي أنتي عملت حاجة منك وش يتحشيلك هذك الإنسان من شنوه يخاف من الأخر الإنسان يخاف من الجهل يخاف من أنه ما هوش واثق من حاجة معينة يخاف من أنه ما يعرش حاجة وهذاك الشي اللي قاد الشعوب القديمة الكل بش تحاول تفسر أي ظاهرة طبيعية بأي طريقة ممكنة لازم يلقى تفسير الإنسان يخاف من الجهل الإنسان يعمل المستحيل بش ينحي الجهل هذكا حتى ولو أنه يفترض حاجات غالطة أما هو جوست يقبلهم ويصدقهم بش يهرب مك الأحساس أنه جاهل وأنه ما يعرش نوبش يصير خذ أنتي أي إكزامبل خذ أنتي العباد القدم شوف مثلا كيف هل فيكينجز وقته اللي يصير كسوف مثل الشمس هم يخافوا ما هذا الهم بالحق أنت تضع روحك في بلاست والذي هو مستحيل لأنك نجم تعمله أما حاول تتخيل معي اللي أنتي إنسان لا تعرش اللي شمس هي نجم لا تعرش اللي إحنا بعاد ملايين كيلومترات على الشمس لا تعرش اللي فما قمرة قاعدت دور علينا لا تعرش الأرض مكورة لا تعرش شي هذا الكل أنت إنسان بدائي قاعد في الدنيا تعرف على روحك ترافي حاجة مدورة في الشمس في السمية تشعل فجأة الحاجة تتغطى ولا تدني ذليم بطبيعة تهبل بطبيعة تدخل في حيط بطبيعة تخاف من حاجة كم هكاك لا تعرف أي شيء لذلك الحل كما قلت لكم أن الإنسان يفترض حاجة ويتقبلها على أساس أنها حقيقة ما عملوا الفايكينغز؟ افترضوا أن الشمس هي حاجة مقدسة والكسوف اللي قاعد يصير لها هو وحش يحاول ياكل في الشمس فاذا أو يعملوا هما؟ أو يبدأوا يصيحوا كل ما يصير الشيئ ذاك يبدأوا يصيحوا الكل مع بعضهم ويرميوا في عصيه متاعهم فكسبيرز متاعهم عصمي على أساس هما قاعدين يحاولوا يخوفوا فكالوحش هذاك هما ما يعرفوش وأنه كل السواب يصيحوا ولا بش يخرطوها ولا بش يهمش ما بش يعملوا راهوا الفينومين هذاك بشيوفها بعد وقت معين فانتني النجم أنا نجيهم في الوقت هذاك ونقولهم بها تحب أن أرجع لكم الشمس تشدوا الصف وكل واحد يهبط لي شيشة وتوقي نرضى عليكم توقي الشمس ترجع هما بش يبدأوا مساكن شادينك الصفة هذاك ويريقلوا لي في جوي وبعد وقت أربيترير اللي هو بشيوف فيه الكسوف ايه أنا رذيت عليكم فانتني بلحقت اللي تصور روحك أنت طويقة بالمعرفة اللي عندك هذي الكل يعود ويرجعوك مع حضارة عايشة 5000 سنة 4000 سنة التالي مهم الشامين حتى شايم الدنيا فانتني وخلينا نفرضوا لانتي تنجم تحكي معاهم واللي هما ما مش بش يقتلوك على خاطر انتي بش تشوفوا شكلك مختلف ولابس مختلف وتفكيرك مختلف جدا خلينا نفرضوا للي هما ما مش بش يقتلوك باهي أذية أذية علة ونحيناها على قلوبنا تصور انتي بالعلم اللي عندك وبالحاجات اللي انتي تعرفهم قداش تنجم تخرع عليهم الناس هذوما قداش تنجم فانتني تنجم تطط انا رب قولهم انا ربي يزب فانتني وهاو شنوه بش يصير وهاو اذا يعليش يعمل هكا وهاو كيبش نعمل هكا بش يصير هكا وقصنع لهم مكينة وقصنع لهم درقش نوه وتتشوف فانتني ما تبش تعرف قداش انو الانسان جوست يخاف من الجاهل واكاو الانسان ما يحبش يكون جاهل الشي هذا يخلى انو الحضارات القدمة بتاعنا يبتكروا تفسير للظواهر الطبيعية هذية اللي هما مش فاهمينهم فانتني ونتصور هذي هو منين بداي يجي للعفط الاخر فانتني كل ما هو ديسكرميناسيون كل ما هو راسيزم كل ما هو سكسيزم كل ما هو الجو بداي يجي ملفازات هذوما بحكم بجست وانو الانسان جاهل واكاو فانتني طويقا احنا خاطر نجم ونخمه ونخذر المجتمع متاعنا ونأخذ حاجة سهلة حاجة بسيطة وهي الحب مثلا هنا في ألمانيا عاد يتاقزوز قاعدين يبوشوا مع بعضهم في الشارع ولا شادين يدين بعضهم ولا اللي هو فانتني احنا في تونس كتاعمل حاجة لك منها كتاقى الناس تشوحر لك فانتني ولهنية المشكلة وانو الرياكسيوم على العبادة تشوحيرها وكالغزرة الدونية ولا كيف هي ورثينها من أجدادنا قال لي ورثوها من أجدادهم قال لي قال لي قال لي قال لي بشتطلع فالأخر حكاية جدت من حكاية معفطة وحكاية بهمة وبدونة فانتني الله وعلم كيفاش فسروه اما الشيء كل يقعدين عيشوا فيه يظهر لي هو جاي مك الجهلة ذاك اذاك عليش انا انسان مؤمن برشا بالعلم انسان نحكم برشا العلم في حياتي ذي ونحاول نكون نتخلص من كل ما هو مشاعر ونبعد على كل ما هو مشاعر فانتني نعرف ان الشيء اذا كان الناس لكي نعملوه نوعا ما لن تشعر بشكل لكي تشعر لكي تشعر كل المجتمع يعني كما كالأفلام اللي يتحدثوا عن المستقبل كل العباد لكل مجتمع من المجتمع وكل واحد عايش وحده في القوقع متاعه وإلى آخره فانتني وشيء ذاك لنبدأ حتى احد ما يهمه فيك وحتى احد ما يغزر لك وكل واحد لاهي في روحه فانتني وانتني لحقيقة عندي برشة لم أقلت على تونس اما نتصور حتى الوضع الذي يبدأ يقرب قليلا من المجتمع العباد كل غاطسة في تليفوناتها رأي نجم تمشي عاريان في وصل المترو حتى لا يغزروا لكي كان العباد حصلي عمرهم 50 سنة وانت طالع بخاطر اما الباقي تقام كل غاطسة في تليفوناتهم فانتني عادي جدا بعد شوية في الماتريكسي والي بالحق يركبوا زبوباتنا الكل في 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 سلوليت هكا في بيوت صغار ويبتشيونا فهمني والي يخرجوا منا في الانرجية وهو كنت يعيش في عالم على روحك و نيك بحرك فهمتني يظهر لي أنه قد ما تتقدم البشرية على قد ما تتقدم البشرية على قد ما تتقدم البشرية على قد ما بش ينقص الجانب الواووش الإنساني فينا الجانب الاجتماعي الجانب الكلاسيكي خلينا نقوله متاع أن الناس كل جار يصبح على جار وراز بي ودرشنوه وكل فازات ذاكم لي حكونا فيهم ناس بكري متاع محلية هالدنيا كيف يجب أن تقبله ؟ طواما شيت خياب يظهر لي ذلك هي مقايضة ما بين الشيء هذاك وما بين العلم على قد ما ندخل أكثر سيونس لحياتنا ونزيد ونفهمه أكثر حاجات لما حالا أسمع أن يرىه ليس بالضرورة ما نتصورش أنه هذا يعني بالضرورة الشيء الآخر أما يبدو أنه على أرض الواقع هذاك هو اللي قاعد يصير فأنتمي؟ هذاك هو اللي قاعد يصير هذه هي الديركسيون اللي ماشية فيها الدنيا طوي كمتع وأنه قد ما تفهم أكثر الدنيا كيفاش قاعد تخدم كي نقول الدنيا كيفاش قاعد تخدم نحكي على كل شيء نحكي على السيونس بصفة عامة قد ما تفهم وأنه ما عنده حتى فايدة ولا ما عنده ما يزيدني أني نركز مع إنسان شنو الكولور متاعو ولا مع الإنسان هذاك أسكم صحب ولا ولا مع الإنسان هذاك أسكم كيفاش اللابس ولا إلى آخره ولا رويق هذائل كل يحكي وفيه ناس بكري يحص ركي كان ونسي مستورين وكان وكانت الأرجال وما عرش تلبس درشنوة وكان هذا يسلم على الإنسان وكان إليه أنا طوماً مظهوري لا يهمني يمشي نيك جاري لا تريد أن تعرفوا مثل يمشي نيك هذاك مع عرش مرأة ساترة روحة أو مشترة روحة تمشي تنيك مام لا يهمي بها لا يعني بش نفهم شيء هذاك فأم دنيا لا أتوقف بها كلي مع أنت طويقاً احنا اللاهين نخمو في شيء ما أهم عبت تحب تطلع برئيزومبل يستعمروا المريخ عبت تحب تصنع virtual reality عبت تحب تصنع ربوات يعملوا العمليات عبت إلى آخرهي فهمتني كلي ما عادش ما عادش هذاك الأهتمام تعنا طو ما عادش يهمنا في لعبة كيفاش تتصرف مع بعضه ولعبة كيفاش تحكي واذاكاش يقوله معادش منقبل انا نتفهم شعندو منقبل المسكين اربع بقرات يسرح بيهم وشياهم تيعو يوكلهم وعندو كعبة زيتون يمشي يجمعهم وقت اللي يطيح الزيتون وكاو شايد دراس مريتو نهار كامل في الدار ولا نسي يمتيعو منقبل ما كان يعرسو بالزوز فأمني انا ابو بابا كان معارس بزوز نسي وكاو تاك تاك تأخذ الصغير تأخذ الصغير وكاو ما عنده يعمل في حيات واخر فأنتني لم يفهمش كالي مفهمش كالي passion كل حاجة كل النار اللي في داخل وذلك اللي تخليه ديما ماشي شيء objective كعرفت كامل الحصان متاع الكورس كالي يغطي ويعنيها على جناب شما يراه كان قدامه ولا كيفاش ما عندهم ما كانت فمش شيء هذا لذا سي نرمال ما كان الناس اللي تحكي عالعباد الاخرين هي الناس اللي لدي حتى objective في حياتها هي الناس اللي شادل قاوي ما عنده ما يعمل في حياته ما عنده حتى objective في حياته ولازم يكون عنده objective في حياته فشنو أعمل رد انه يحكي عالناس الاخرين هو objective اللي في حياته فأنتني أذك عليش قلت لكم تحسوا trade off ما بين انه قد ما زيت تتقف وقد ما زيت تتعلم الابجكتيف معين وتبدأ ما ينقص الوقت لديك حتى تتلها في الحكايات الفيرغاذية فأنتني أذك عليش أنا بصراح كما قلت لكم إنسان مؤمن برشا بالعلم وحتى إذا كان يوصل للمجتمع 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 لذلك متاع أن الناس الكل تتولي عايشة في عالم فيرتويل وحدها والناس كل تتولي عايشة كالربويت أنا بصراح ليس نتقلق برشا أنا منظوري شخصي للشيء فأمتني نتصور الإديال وأنه يقعد فيما جانب إنساني فأمتني يجب أن يقعد كالجانب الإنساني على خاطر لا ننسى وأن الطموح هو في حد ذاته نوع من المشاعر لا نعرف إذا كان نص المرحلة لذلك ولي والناس كل لم يجتم لديهم طموح ولا لديهم الرغبة لكي يفعل الشيء هذا على خاطر هذا الشيء هذا صحيح نتقلق برشا ناس يقول لك لا نقلق فيه للعباد أنا نتقلق على روحي تعجبني وحاجة إلى آخره فأمتني أما نوعا ما الشيء هذا يحب يخرج في القوة يحب يخرج في سلم القوة فأمتني أنا صحيح نتقلق برشا وبدأ برشا وإن لن نزل لن ندخل في برشا فلوس أما إن شاء الله عليش لا في المستقبل لن نتحرك أكثر ونحب وندخل منه فلوس كما يجب يكون على خاطر ندادنا إذا كان ترى عبد عنده نفس الأرقام متاع كوسوس هو متاع ايانا متاع كوينجي متاع دراكو رازبي اي يوتيوبر في تونس موجود إذا كانت ترى الأرقام متاع اليوتيوبر كانت جانب الأرقام متاع احنا في أمريكا أو في فرنسا أو في ما نعرف شوين ترى ندخله في مليارات فأمتني أما للأسف في تونس الدومين هذا يمزل ليش متحرك والحسن الحظ اللي احنا هم اللي نجم ونبدأ تشينج هذا ما أنا كإنسان كإنفلونسر نحب الوضع يتبدل أنا نجم نبدل الوضع ذا وهي حاجة بها برشا اللي معنا أنت عندك الفرصة لتبدل لذلك يزين لذلك لأنني أكرز برشا من الوضع الذا الذا يبدأ ويجيبينها ووضع كالزبي ويدرش نود أنت الزبي أكثر إنسان عندك القوة لتبدل الوضع ذاك كإنفلونسر إذا كان لا تستعمل الإنفلونسر لتحسن الوضع كإنفلونسر كيف تستعمل الإنفلونسر لتستعمل لتزيد في السابس وتكبر في الإنستغرام كيف 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 قدمت للبلاد كيف الناس تتذكرك كيف كيف تكون بطل بالنسبة للناس فهم كيف كيف قدمت جديد أي أي نحن نصور شيئا ذاك كما كنت نحكي لكم صحيح باسيون أما في نفس الوقت نفرح كي يبدأ الشيء موجود نفرح كالناس تغذر كأن إنسان مؤثر برش كأن إنسان مهم في المجتمع وناس تأتي تحب تقرب منك وناس تحب تعطيك حاجات ببلايش وناس إلى آخر تحفون الإحساس هذك تنجح في حياتها العباد يحب أن يكون recognized يحب العباد الأخرين أنها كيف يقولون أنها تقدرهم وتقدر المجهود و تغذر لهم به فأنا لذلك المشاعر هي الحاجات التي تجعل نقدم القدام فأنا إذا كان نحيهم نصور معتش في النجم ونقدم ونقدم أنا مذيبية ثم مشاعر مذيبية نحيهم فمتني ثم في لمدجا هكاكا اسمه إكوليبريوم ظهر لي اكتشفوا أنه الهم الكل والحروب والجرائم والعفضت ذاك الكل جاي من المشاعر من العباد نحولهم المشاعر متياحهم فمتني ولا تقدم برشا وإلى آخره أما إلى حد ما معدش فمقو في الدنيا الحياة ولا معدش عندها مطعم فمتني أنا مذبية 30% 70% مذبية 30% مشاعر 70% مخ فمتني ولا إذا كان كان النجم فمه مشاعر معين النجم نحيهم طل نحيهم أما هذا موضوع فلسفي موضوع كبير برشا خاطر إذا كان تنحي شعور معين ينحي معاها مشاعر أخرين فمتني لذلك كل برديل سويا برديل سويا فمتني أما سوف نتحدث مذبية نتحدث نعمل فيلم ساينس فكشن نشي يخبر شي على ساينس فكشن نحس 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 كيف نقولها نحس يا زبي ما الكلمة نحس هذيك أحسن بردوية ينجم يخرج المخ البشري أحسن بردوية أرتيستيك ينجم يخرج المخ البشري هذيك هو اللي خلينا نحلم ونقدم القدام مع كامل احترامي ينصير الأنواع الأخرين الفلام والمنتوج الفكري الدراما كوميديا حب رزب هذيك الكل نقدر أما يظهر لي أنه الساينس فكشن هي أكثر حاجة تطلب خيال أكثر حاجة تطلب من الإنسان أنه يحلم أكثر حاجة تطلب من الإنسان أنه يكون الحاجة التي وصلته للبلاسة هذه ماذا كان يحدث لو كان نعم هكذا و هكذا كيف ينجم يكون مستقبل يبدأ يتخيل الإنسان فهمتني وهذه هي الحاجة للأولاد التي وصلت لوقت هذا على خاطر طو كان ترجع التالي سنة تتخيل معه وتخيل لو كان يبدأ إنسان في أمريكا وإنت طويق في مناع رجف إيطاليا تنجم تحكي معه ديريكت لا تسحق طبيعة لهم حمامة لا تسحق بوستاجي والجواب يتعدى في بابور ولا رزب ديريكت تحكي معه حسنا يدوخ عليك بالضحك كما نحن طويق معنا نغزر الأفلام عن السعينس فكشن يعني نقول سعينس فكشن فهمتني أميجين هار والشيء هذا صحيح هذا هذا شيء لتعجبني أنا أنه ما ماذا ينجم في المستقبل كيف وين تنوصل ككائنات بشارية فهمتني أنا ماذابيا عايش ماذابيا عايش على طول جزء لكي نرى الكائنات البشارية وين تنوصل لما حاليا تنجم تفد نتصور كما يعيش على طول معنى الأحياد هو أن أن تموت لكي تنجم تعيش لازمك تموت لكي تنجم لكي تنجم فهمتني كي يقول لك تحس بالسخانة أما أنت لا تعرف ما هو البرد لا تنجم تقدر الباهي بلا تعرف ما هو الخيب فهمتني لذلك أذك عليك سمع فيلم سمع فيلم ماخر مثلا اسمه In Time مثلا Justin Timberlake كيف عباد الكل في المستقبل أو لديك المال هو الوقت فهمتني الكنتبنكير هو كيف يزالك وقت لكي تتعيش تحس 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 ساعة ساعتين فهمتني إذا كان بعد ساعتين لم يدخل المال لكي تدخل وقت لكي تدخل وراء يموت وكي تدخل 130 عام 250 عام مليون عام فهمتني أعجبني الكثير من ذلك كمحلة وفصل لخطر لا أستطيع لا أستطيع أن أخبركم الفيلم لا أستطيع أن أخبركم كيف يبدأ وكي تدخل الرجل لديه 130 عام في المونغالا تدخل الانتبارنا حي شعبي فهمتني هناك جماعة تحوص بدرج وساعة أو ساعتين فهمتني والشخاص الذين كانوا يحبون يبراكيوا في فلوسه جاء عام لكي تدخل على خاطر كانوا يبراكيوا في فلوسه أو السيد الآخر قال أنا أخبرت لا أعلم أن أحب أن أعيش لدي برشة و أعيش أحب أن نموت من غاديك بدأت الحكاية بل ما نزيد نحكي لكم أكثر فيلم زبوريس سوف أظهر اسمه إين تايم نذكركم مرة أخرى وهذه الحاجة هي أفضل الحاجة الخائبة إذا كان إنسان لا يعيش برشة أو تصل تفد من حياتك فأنا ماذابية مثلا نقول أن نعدي 80 عام أو 90 عام أو الله أعلم لماذا لا يعيش نعيش نعدي الشيء بعد ذلك نبدأ ميت ماذابية كل مئة سنة كل مئة سنة تزبي على نسقم تقدم مئة سنة أخرى نحب مثلا كل كل عشرين عام يقوموني من الموت أعطوني ندور في الدنيا ونرى كيفية كيفية تزبي كل عشرين عام يقوموني كثيرا أعطوني كل عشرين عام أعطوني ندور ونرى كائنات البشرية ونعاود موت ونقرض كل في نهار ونهارات تلقى فيلم من أخراج المخرج أعطوني أعطوني نحب قاعات السينما نحب أول مرة في تونس قاعات السينما لا تكون مستغلة لكي تلعب حالة نحب أول مرة تأتي للسينما لكي تتفرج في السينما نحب لكم فيلم نشوف لكم ممثلين زبابر من المجموعة ونحب ونحب لكم فيلم لقد حكيت فيلم هذا ظهر لي قبل عام ونصف قالت لكم نحب لكم فيلم وقتها ورينز وثمانية إكرونيات ورزابي لماذا نحاول أن نخرج فيلم سمعني رأيت كيف رأيت كيف والله أخذ القحب في زابن بحكم لأننا نحن وصلنا مليح في اليوتيوب في تونس نجمو نجمو معناها قادرين أمور كدراج أمور مونتاج أمور ما هو كل ما هو أمور تصوير أوديو وفيزيويل عنا مواهب حلوة برشة في تونس لذلك بالحق نجمو نجربو مرة نعملو فيلم صغير حتى 40 دقيقة كاييني كاييني حلقة متاع سيري فمبني شورت موفي يحكي على المستقبل ولا كيفيش بتوالي تونس ولا إلى آخره والله لا ينقب بالدنيا لكن يجب أن تتعامل يجب أن يكتب لنا ويجب أن يكتب لنا للسيناريو يجب أن يخرج ويجب أن يكون ويجب أن يكون وقت لعباً لتكون متفاضي فيه بشياء تلموا في تونس لكن ليس مستحيل يجب أن تكون إذا كان مثلاً يقدر أن يشدوا لي أمي يقول لي عندك عام في يدك لا تقوم بفيلم ماذا يقتلوها تتنخرج زقم سيري ليس فيلم لا يجب أن يكون لكن يجب أن يتعامل ويجب أن يكون ويجب أن يكون ويجب أن يكون في الأقل بلحق 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 مشروع مش خايب بلحق 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 ناجمونا عملوا فيلم بلحق مدام سامي الفهري يجيب الزب فاكش لايك متاع الانستغرام اللي يجوزت على خاطر عندهم برشة فولوورز جيد تتمثل فيلم اللي عمرها مثلت لرزب ايانا قدش مثلت يا معل قدش مثلت تعليقكم معناها في ستريمات وقدرها مدام معلت نصور كإنسان نصور يوتيوبر مؤهل أكثر بألف مرة بش يمثل من واحد جوزت عنده بروفيل انستغرام هل هكذا يا الزب؟ تتكلموا هالزب؟ تقولوا كلمة حق هالزب عصيل وذلك حلقة ما قلت لكم في ستيل جديد طيب كنجرب فيه بتاع بودكاست معناك لي نوعا ما مناشتا دين قضية عاكم تشوفهم بكري قاعدين نقزهم بالمواضيع فامتني اخوكم جالي فايش متكي على روحه قاعد جوزتي فرغ لكم في قلبه ويشاطر فيكم في أفكار وحسبكم كاين وانا وياكم عاملين قاعدة فامتني؟ ونحكيهم مع بعضنا ونحكيهم مع بعضنا ونحكي مع بعضنا ونحكي محاضرة فامتني؟ تحصل الوان سايدة كما كنت تحب الكريش منك وانا تبدأ بعثتك تنائك نذكر مرة الولاد هذه نتطور حكيتها مرة في ستريم قديمة وكان لدي كريش انا وحد من الناس كان لدي كريش ونحكي نضع الجماعة التي تضعون في سياق الأمر في سياق الأمر الجماعة التي تقرأتها في سياق تنصفها لكم البلاسة أنا كنت واقف قدام البفات وفي بداية القنترة هناك قدام البفات في بداية القنترة والطفلة هذه كانت واقفة رت العلم ثم دروج فقط قدام العلم كما تبدأ وقف قدام العلم وتخزر للإدارة ثم دروج قدامك من با 4-5 متر قدامك هذا الدروج لا يوجد شبابك ولا يوجد شبابك والذي يدخل السالات وهناك كل المكان التي تقعد عليها كانت هذه قاعدة لأحد هذه الطفلة وأنا نلمف الشجاعة وبحثي طفلة تقرأ معي فهمتني؟ بحثي تفل بحثي تفل وطفلة زوزو ولاد كلاسي لا سمحني بحثي تفل وولد كلاسي واحدة أخرى لا أعرفها فهمتني وقعد نحكي لهم لأن هذه الطفلة عجبتني ونحب نمشي نحكي وكذا وكلما يبرر تشجع ورزبي وإلى آخره هذه الطفلة قلت هذه الطفلة تقعدني بحثي تقوم 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 هبطت الدرج تك 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 وصلت لها قدامها سلامة سلامة قعدت ساكت قلت لها ماذا تقرأ؟ قلت لها وقتها ظهر لي هي برمير ظهر لي هي ظهري ثم ديكالاج متاع عام بناتنا ظهر لي أن كنت جزيم و هي برمير مرة الآخر قلت لي أن أقرأ برمير أو الجزيم أو ما الذي ساقق أقعدت pads ثم قلت لها قلت تصورة لها عباطين في الإصار لا أشعر رأس لا أشعر لا أشعر ليس قلت بعد أعطيت قرنجي قمت بسكت غير عادي قمت بسكت قليلا بعد قتلها أي بسلامة وهزيت راحي ومشيت حسنا كان كرينجي الوضع وأنا نعرف أن أغلب يدكم وقت اللي يسألوني مثلا كيفاش نمشي نحكي مع الكراش هدايا بالضبط يسألوا فيي الشيء اللي حكيته أنا ما يصير الهمش لذلك أنا الوقت اللي مشيت حكيت كنت جوز فرحان على خاطرني مشيت حكيت واكعه كنت جوز فرحان على خاطرني نجمت نحل فمي ونجمت نتحلى بالشجاعة ليس أني نحكي مع الكراشمتيع لما حاليا كما لا تصورش الصعيب عليكم تستنجوا أنه بالطبيعة تحشي ومصارحات شايفة أما جوز الفاكت أنك تمشي وتجرب حظك المهم أنك تمشي وتعمل حاجة لكي تضع في مواقف كرينجي لا يوجد حارب لا يوجد حارب منه بالعكس لا يجب أن تجرب فيها بطريقة أخرى أنا منهم مرة عامة نوفيام فوق سطح وقتها متع دار متع بالاسي يا ربي لكي أجعلها سوربريز على أساس مشيت وردة بلاستيك وردة بلاستيك محطوطة في كما باكو بلاستيك وردة بلاستيك ما هذا الباكو بلاستيك قلت لها أسمع لا يوجد أن تغذر لماذا تغذر أخرجت من الباب الذي يدخل الاسطح وأخرجت من وحاطة أورا ظهري ونعمل هكو حبيت ان اخريت من ورن ظهريك الوردة بطريقة سالسة وتأخذها والوردة تتنطر تخرج من الباب وتتنطرت معنا فضلت فضلت قلت لها بشوي بشوي حسب ويطبيع عرات كل شيء واخذت الوردة وخرجتها مرة ثانية بأكو كبير والرغم لماذا كان موقف كرينجة حاولتنا أن أداره والأخير ما أجدتك الذي يضحكه وتفضلكه وإلى آخره الهدف لهن الأولاد ليس أنك لا تطيح في حتى موقف كرينجي لا الهدف أنك تحاول تطيح في مواقف كرينجي هذا لكي تتعلم منهم معناها كيينك كيينك لكي تتعلم تعوم لا توقع أنك تنهار منهارات لكي تبدأ تغزر البحارة تقول والله هي الزبي أنا سأذهب للنجم لأسامة الملولي وتعبطون شحة 200 متر بابيون على صدر لله لا كي تبدأ تبكي في القحبة يكركرو فيك بالسيف ويرمي فيك في البحر وسايبه كنت تباق بق وماء ورزب وحيتك تفلاش قدامك وبعد تقنيات الارخف راحك وإن أعمل محاق يدرنا لكي تعوم هذا يجب أن تكون له داخل لابد أن تأخذ لك لابد أن يقول لك لا كي تتعلم على خاطر الطوى ذايا هو العمر الذي يجب أن تتعلم به ذايا هو العمر الذي يجب أن يصبح فيه الشيئ ذايا هو العمر ذايا متى على الكوليج متى على الليسي فأنتمي بعد أن يأتي لك شو عمرك عمرك 29 30-32 و عمرك لم يجب أن تأتي أي حالة في الشيئ ذايا فأنتمي وقت تولي إنسان أوكورد على خاطر أنه مثلا تفل عمره 13 14 17 يعمل فازت كنك كيكا مثل هو مش عليه عادي هذا ما تتوقع منه إنسان مراهق يزب ما تحب منه؟ أما يأتي إنسان عمر 32-40 يعمل لك فازة كرنجية كما ذلك وذلك وقتها تولي تشوك في مدهر كل عقليتي وقتها تقول أبرا ما الإنسان ذايا أوتيست ولا إنسان بيزار ولا ما عنده مشكلة ولا ما معقد فهمتني؟ كي تبدأ كبير ما يرحموكش ما يعطوكش كل ما فهمشك التفاهم ما فهمشك كل الفيضان الزايد من الهرمونات اللي يجعلك تخمم بذبك أكثر من مخك ولا يجعلك تخمم بأي عضو آخر بخلاف مخك كي تبدأ مراهق عندك الحق تعمل الشيئ ذاك لازمك تعمل الشيئ ذاك لازمك تعتنق الكرنجي نس ولا الشتت سامر الكرنجي لازمك تعتنق الشيئ ذاك ما تخافش منه، ما توهجش منه هذا هو اللي بش علمك كيفاش نهار آخر نجم توقف قدام برش عباد قدام بيبليك أو توقف قدام الكرنجي أو توقف قدام إنسان عندك مشكلة معه وتصارح بها أو توقف حتى على حقك يا الزايد هل تفهمتني؟ وما تخليش أكلي إنسان جزء على خطره عرفك أو جزء على خطر زايد يطيح لك من قدرك وكالجوه ذاك هل تفهمتني؟ هذا هو الشيء اللي بشي يشجعك ويشي يخليك قادر أنك تواجه للعفط هذا كل اللي بشي يجيك من بعض وقت اللي تكبر أنا ما كم تعرفوها فازت هذي كم تعرف اللي سي نصيحه وزبيه وقنطرة وبفنرمي يروحي وإلى آخرهي أنا الولاد هذك بكل استحقاق وبدون منازع ومنافس نعطيه التوب وان كرنجيست مومنت أوف ماي لايف نعطيه التوب ديس وحده مع أنت ثاني فازة كرنجي في حياتي تجيب فترتيب حداش الفازة ذيك وحدها هي التوب ديس هذك التل مو بشتفه مقدشة كرنجي في حياتي أما فرحان برشة اللي عملتها فرحان برشة اللي كانوا عندي لكرارز بش نعملها في اللحظة ذيكة في الوقت هذاكة أنا كانوا عندي أكبر كرارز في اللي سي لكل بالرغم أنهم مكنوش معطوطين في البلاسة الصحيحة أما ماذا ما يمنعش وأنا تحب ولا تكره كانوا وقتها أكبر كرارز في اللي سي وشي هذا هو اللي يخليك تفهم أنه العتوالة اللي لازم يكون موجود عندك هو الكرارز بعضيك تنستثمروه بعضيك تنشوفه كيفاش نوظفوه ثم مواقف كما موقف هذا كما كاروش توظف فيه على خاطر مسرحية فاشلة وإخراج فاشلة وكل شيء فاشلة ثم يجب أن يكون لديك الكرارز أولاً و بعد ثانياً تعرفين كيف تضعهم الكرارز ثم أما مغير المواقف هذا و مغير الكرينجي نسوك هذا لا يجب أن تجد الكرارز ثم لذلك يجب أن تصدم و يجب أن تفهم أن الفشل ليس إلا شيء تسرع في النجاح لأنك إذا كان شيء لا تتعرفه الحاجة الوحيدة التي تجعلك تعرفها هي أن تحاول و كيف تحاول يجب أن تقبل أن تنجم تفشل لا يوجد مشكلة أن تفشل و صدقني يا الولاد راهو العباد الكل الحاجات الكل التي تنسوها في الدنيا أكثر الأشياء التي تتقلق منهم و تشعرهم أن يخافوك و يجب أن تضعك في موقف محرج و إلى خير في الأخير أنت الوحيد الذي تتذكرهم أنا متأكد و أنه العباد التي تحدثت في حياتي الكل يمكن أن تلاثة بالمئة كهو العباد ما زالت تتذكره والباقي كل شيء في طي النسيان خاطر هذا هو نحن نبدأ نخمه بالطريقة تشعر أنك مركز الونيفير تشعر أنك الجالاكسية الكل إذا كان أنك موجودة لا يجب أن تكون موجودة لماذا تشعر أن أي شيء محرج تتعلق في حياتك الناس الكل يتعرفها و يتعرفها و يتذكرون حياتهم و يتعرفون مرسومة على وجهك و يعرفتك كما المسيح الدجال و مكتوب على زقم و كافر في جبينه و أنت تبدأ الفاز الكرينجي ملصق على جبينك لا لا يحدث هذا العباد لا يشعر بك لك لا يشعر لك لدرجة و حتى العباد الانترسون و المشاهير يعملون برشة على فضل و يتنسون مع طول المدة و الناس تسامحهم و رأي الزبي و لا يحدث شيء و يعودون من الوقت لذلك لا تخاف من الفشل يا صديقي لا تخاف من الفشل و إذا كانت تخاف من الفشل لا تحاول أي شيء لا تحاول أي شيء تقل حياتك لكل فشل هذا ينتصور العبرة من القصة لذلك اللي نسيت و كيف وصلنا له و لا أعرش لذلك اللي نحكيه في الشيء دائما وصلنا له أنا بصفة عامة لأنني أحب أن أعطي نصائح النوع من النصائح الذي نحاول أن أعطيه يكون دائما يكون دائما كيف يقول له متعلق أكثر بكيف يجب أن تخمم من أن و ماذا يجب أن تعمل فهمتني مثلا تسألني على اللو مثلا كيف يجب أن تطلع في الإلو و كيف يجب أن تحاول لكي نحاول أن نتركك أكثر على الكوتيم وراء المتاعك نقول لك مثلا نأخذ المثال برشعبات في اللو إيلو تتشكى من النوب و الفيدرز و أفكا و من رزبي ستتاتيستيكما نفس البرسنتاج لكي يطيح لك واحد عفات في التيم كي يطيح واحد عفات نفس البرسنتاج أما نحن نتركز لكي نتركز سمعت أن يقول لك آه والله ملا جوا ويجب أن تتحرك الفكا و ترول و رزبي و كيف تتحرك حاول أن تتذكر وقت أخر مرة تصبح هذا الشيء وقت أخر مرة الفكا و ترول و رزبي وكيف تتحرك وكيف تتذكر ما تتحرك ترول و رزبي أن ترى ما يجب أن تتحرك لا يشدك الأشياء الأشياء أكثر من الأشياء كيف تتحرك أذكر لماذا أنت تتحرك ترول أو 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 لكن كما تفضلت الكراش و تفضلت تفضل أكثر من الناس يتحدث لك في يوتيوب كيف تتطاق 100000 فيديو و يجب أن تفعل ذلك و تقول ذلك و تقول ذلك و تنزل ذلك و تنزل لنا و تفضل من غادي فهمتني؟ لا تفضل أكثر من الناس يتحدث لك عن ذلك كيف يجب أن تفكر ذلك هذه هي العقلية التي تتبنيها و تصادمها على ذلك فهمتني؟ الميكانيك سي جيو أما ماذا بين العقلية تكون هي الأساس العقلية إذا كان تبدأ تفكير بوزيتيف و تفكير خلينا نقول رياليست زادة معانتها جوك أحلى جو من بعض الميكانيك سيجيو أحدهم و هكذا شباب نكون وصلنا مع بعضنا لنهاية البودكاست هذي اللي نتمنى أن يكون أعجبكم فهمتني؟ دعونا كومنتارات الولاد على خاطر في البودكاست الاجتماعي على شوية كومنتارات ما اللي بش حطوهم انتو مع الفيديو هذي الكومنتارات ماذابية زادة يكونوا متعلقين على المواضيع اللي حكينا عليهم في البودكاست هذي لذلك عبروا معانا كل سواء عندكم سؤال ولا عندكم تحبوا تبرتجيوا تجربة شخصية متاعكم ولا عندكم رأي مختلف ولا اللي هو حطوا لنا كومنتارات راني نقراهم الكل فهمتني؟ حتى بالرغم اللي ساعات ما تحسوني ما نقراهم شا ما نقراهم الكل صدق الزب وإذا كانت تحبوا زادة عندكم استفسارات ولا مش استفسارات تحب تسئل سؤال وتحب نجاوبك عليهم مثلا في البودكاست ولا تحب تطرح موضوع ولا لي هو أبعثولي DM على الإنستغرام DM هو اختصار الـ Direct Message بعدها مدلخير أبعثولي مساج على الإنستغرام أهوك تقاوى اللينك في الدسكريبسيون بتاع الفيديو اللينك على الإنستغرام ونشوفكم الأولاد للجامعة هذه سامحوني بتيتعليكم شوية مفروض كما قلت لكم كل جامعة نهبت بودكاست ما كم تعرفوني ساعات عندي كذا روية كالبخل وراء الزب فانتني تكش نوع عش حشم الزب يا كهواي فولا الأولاد يعطيكم ألف صحة وشكرا حص متابعة والاستماع وإلى اللقاء